السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وتنبعوا معي الطريقة إن شاء الله وعلى بركاته الله وهذه الآشرة إن شاء الله لأن نشارك معكم فيها إنسان مرتسخانة الرواح البرد الواباء إنسان كل شي مراد هدارته دوا دي الوالدين اللي ورهم لينا والحمد لله ضروري من زيارة الطبيب والدوا دي الطبيب ولكن هادو كان عونوا راسنا بيوم ودبا إن شاء الله نشارك معكم هادي الكاريبتوس هادي مخينزة منريوز الخباق 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 عدنا يعني هادي نقدمال وحد جريطا كندرو الخباق كندرو مخينزا هااا هدناش جرزع الز Effect on صناخد منهきاليبتوس موجود زيتون أوراق الزيتون الرونج الرونج قشرة الحامض قشرة الليمون اللي كان عندكم لكن عندكم الزرت هو فليوت موم كاليبتوس مخينزة مريوت الحبق الزيتون أوراق الزيتون أوراق قشرة على الرونج قشرة على الحامض قشرة على الليمون الزيتون زيتون زيتون خل نضيفه في برما و نطبخه و نضيفه المريض لنضيفه في برما و نضيفه و نغطيه المريض و نضيفه المريض مدة ثلاثيين نضيفه و مدة ثلاثيين مريض كاينود راه هزوينة و صحية و أنا درت هذا نضيفه للدار يعني البخار للدار البخار سيطلع للدار بشحيد لنا هده الوباء كامل حباق مزروعة لدينا الشجرات لقدم البيت مره وتبارك الله تكون عادة لها تكون غدا في الطرق تتلقعها قطعي منا لقعها زيها مزروعة من هاد الله من ابتة مع هاد الله موجودة زيتون لقى شجرعة موجودة قشرة الليمون القشرة الحامض القشرة الرونج لديك شوية زعتر و فليو كاملين ديريهم وزيد عليهم الخل وزيد عليهم وزيد عليهم وحد تشجر مع القطاع الزيت البلدية ولماء وخليتك الماء يطبخ مزيان وماء يطبخ للماء يطبخ ناس وغطيه بالماء يراسه وخليتك البخار يطلع معه يديرو هالو اليومه وهاد البرمامة ترميوهاش مده تلتي يم عدر ميوه وولي وغلي غدتني وذك زيدو للماء يسكيف وخليت يطبخ وولي وعودو هال المارض وبتغده مده تلتي يم هو ناعس ما ينوتش لدار البخار ما ينوتش قسما بالله يتاينوت راه هدوه هادي راه أحمد الناس بزاف وقعد شدو هاد الكالي بتسوس ديرو المارض في الراس ديالو هاد الاع شبعة شوية والجسم ديالو بقى مغطع بملايه ومده تلسيام ربعيه يولي شوينو ديدووش راه هادوا هادي راه صحيه ده بدرت الخل وزيت الماء وده بعندو نطبخه ومنع نطبخه نديره بوخار في الدار وعنخلي هاد الشي معن نضيعوش وعنو ولي غدتني ندير البوخار وبتغده ندير البوخار يعني وعد نحيدون ولي ندير واحد خار والمارض راه قدت لكم شكال طريقة اللي يديروه لمن يكون المارض ناعس مارض بسخانه البوخار يكون طالع مزيان وتغطى ولو راسه وناعس في الفرج ديالو ووهدا كل البوخار يطلع معه هاد كاليبتوس ومخينزة وزيتون والحباق يطلع معه مده كلت يمتي ولي شوية المارض دروري الدواء بتاع الدكتور عندما ندرتها في فق البوطا وعنخليها تتغلى مزيان منع تغلى صفوان طلقها في الدار باش تحيدلي ديك الوابق من الدار ها يبدس كتغلى شوف لما ذك طالع تقل بوخار سيطلع باش يشم الدار كامل الوابق يخرج شوف سيخرج ملك سكاس بحالة البرايما بحالة كوادي إنسان يحافظ عليها أنا كندير الحنة كنخليها كنحافظ عليها كنضيعاش كنحتاجوا بحالة المسائيل كنتمنىكم تتبعوا لفيديو و تتبعوا هالطريقة رهازوينة ومجربة وتعلمناها من وليدينا والحمد لله وده بقى أنا مريضة وعن دينا صار راسي أنا عن ناس في الفراش وعن خليد كل بوخار يطلع معايا ونططب بالملايا ونقولي نعاودة ونقولي نعاودة ونقولي نعاودة والحمد لله وأنا درجو شارك سمعكم هالطريقة سنتمنىكم تدروها وبصحى الراحة مع السلامة